نقش اجتماع للجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة الاستدادات والترتيبات لتدشين المراكز الصيفية في المحافظات المحررة المقرر إقامتها في الحادي والعشرين من مايو الجاري وصرد الاجتماع والترتيبات الخاصة بالمراكز النموذجية التي ستنفذها الوزارة بشكل مباشر على طريق مكتب الأوقاف بالإضافة إلى المراكز الصيفية المختلفة التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها وآلية التنسيق بين الوزارة وتلك المراكز ترجمة نانسي قنقر